اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن خلال قناة الموصلية البطلة ندعو اهالي محافظة نينواء الاعزاء الى ضرورة الاتباع الارشادات التي تصدر عن دائرة صحة نينواء وبسبب وللأسف الشديد لاحظنا في هذه الفترة في الايام القليلة الماضية ازديار في عدد الاصابات ازديار في عدد المرضى الداخلين في مستشفيات المحافظة بسبب عدم التزام المواطن الموصل بالاجراءات يعني بالصراحة هناك العديد من المواطنين طبعا ليس لديهم قناعة او ثقة بان هذا الوباء موجود ولكن نحن نحضر هؤلاء المواطنين ونقول لهم عليكم الالتباع والارشادات ونقول لهم من الضروري جدا القيام بأخذ اللقاحات التي وصلت الى دائرة صحة نينواء وبالأمس وصل لقاح الفايزر الامريكي وبدأت دائرة الصحة نينواء على الفور بتوزيع هذا اللقاح على المواطنين هذا اللقاح موجود ويوزع وسلم إلى مستشفى ابن سينة في جانب الايسر وكذلك مستشفى موس العام في جانب الايمن نقول مرة اخرى للمواطنين لكي نحمي عائلتنا نحمي اطفالنا نحمي ابنانا من خطر هذا الوباء القاتل عليكم الاسراع فورا لأخذ هذا اللقاح الحمد لله والشكر اليوم إن شاء الله نبدأ فتاح مستشفى العزل المتبرع من منظمة الون دي بي لاستقبال 20 مريض في غرف منفصلة أي سلية الحالات الشديدة والمركزة لمرضاء كوفيد الكورونا أقصد والمشروع يتكون من 20 سرير 20 غرفة معزولة ومختبر وغرف للطباء وبدعم من دائرة صحة نينوى بجهود دكتور فلاح الطائي ومنظمة الون دي بي مشكورين على ذلك والله إحنا حاليا يعني حقيقة بدل الوضع يزداد المرضى يعني الموسم مالتنا هسا حاليا إحنا حوالي 24 مريض أدنى 23 إلى 24 مريض 25 مريض إحنا قبل شهر كان أدنى ثلاث مرضى شون حالتهم؟ والله أدنى حوالي أربع حالات يعني بين المتوسطة والشديدة ما أخفي لك أنه بين المتوسطة والشديدة شون رسالتك لأهالي نينو؟ والله أنا أنصح أهالي الموصل أنا أول بالتلقيح أخذ اللقاح الفايزر كله ولا يسمعوا الإشاعات أنه حاول أنه موضوع بأمراض أو أشياء مغرضة أو أي شيء آخر أنا أول من الناس ألقحت اللقاح اللقاح والتباعد الاجتماعي ولا يستهزئون بالمرض وعدم وجه المرض المرض موجود حقيقة حقيقة هو أفضل اللقاح أفضل شيء هسا الناس تلقاح اللقاح هوية بجيب ويسر بعد شكرا